يحاولون التحرك نحو حياة مستبعدون منها يمنيون وقعوا بين مرارة التجاهل وقهر الخذلان كما هو عنوان تقرير العفو الدولية الذي أكد يعاقة ما لا يقل عن أربعة ملائين ونصف بسبب الحرب والإقصاء التقرير الدولي الذي تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قال إن الحرب المشتعلة منذ سنوات أدت إلى تعرض المعاقين لأسوي أنواع الإقصاء ووجدت المنظمة عند زيارتها لمئة معاق حالات مؤلمة لأشخاص لديهم صعوبات في الحركة وفي التواصل فروا من الحرب بدون مقاعد متحركة أو عكاكيز معتمدين على أهاليهم أو أصدقائهم ويرد التقرير بعض قصصهم منها رحلة استمرت ثمان عشرة ساعة قطعها معاق على ظهر جاره متنقلا بين الحافلات من الحديدة إلى مخيم للنزوح في لا حج في بعض حالات الفرار من المواجهات والنزوح القسري كان بعض المعاقين يتركون وسط المجهول بينما تتدهور صحة من قدر له النزوح فضلا عن أن البعض أصيب بإعاقات نتيجة الهجوم العشوائي المسلح على المدنيين في مخيمات النزوح أو في الطريق إليها الرعاية الصحية تكاد تنعدم في مخيمات النزوح ومخاص المصابين باللعاقة لدرجة الصعوبة البالغة في الذهاب إلى دورات المياه ووثقت المنظمة الدولية حالات يجر فيها المعاق بدون أن يحمل وتزداد الخطورة مع تدهور القطاع الصحي وتوقف الضمان الاجتماعي ما دفع البعض للتسول أو عرض كليته للبيع من أجل توفير متطلبات العيش في بلد يحاصره الموت والعنف من كل اتجاه